أكبرتنا الظروف على أن نعلن هذا المكون باعتبار أن الأقلية تعرضت لظلم وانتهاك البعض منهم الشرد والبعض منهم نوفي من داخل الوطن والبعض ما زال مسجون كما هو حاصل في أحد بناء الطائفة اليهودية يعني أنه أيضا نحن كمهمشين أيضا صدرت من حريتنا فلم نعد نقوى على الحديث كان لدينا الاتحاد الوطني في المناطق سيطرة الحسين لم نستطع أن نتحدث أو لم نستطع أن نقدم خدمة وبالتالي هذه المكونات دفعها الضيم ودفعها القهر إلى تكوين هذا المجلس باعتباره من أدوات التعبير عنها والحديث عنها والمطالبة في حقوقها وتوصيل أوصاتها من المجتمع الدولي باعتبارها هذه الشريحة كما أسرف تعرضت كثيرا من الحرب بل وأصبحت أيضا يعني تعيش في ظل وضع في المنفى في وضع مأساوي وبالتالي كان لابد لنا من التفكير جديا في البحث عن إطار جامع لهذه المكونات أيضا لدينا أهدف آخر ومن الأهدف هو يعني إرساء قيم دولة المواطنة إرساء قيم التسامح بمقدورنا أن نتعاش كيمنين على مختلف ألواننا على مختلف أطيافنا على مختلف مذاهبنا إذا ما تركنا للعقل مجالا للتفكير فاليمن تتسع للجميع لكن ثقافة الغلبة وثقافة الاستقوى أو ثقافة السلاح كانت كلما آلت إلهي البلاد وبالتالي نحن كأقلية قز من الشعب اليمني تعرضنا للظلم والاضطهاد والقهر والنفش من وطناه وبالتالي كان هذا الإعلان عن المجلس الوطني هو نتاق لهذا كل هذا الظلم